أسعد الله ومساءكم أعزائي المشاهدين في موسم جديد من برنامجكم المدير الفني حيث نصلط الضوء على استعدادات الأندية لهذا الموسم الطويل بصحبة الكابتن حسن إمرهيم رحب فيك أخي علي ورحب الأخوة المشاهدين موسم جديد نسخة جديدة من دور المحترفين أتمنى شاء الله نشاهد نسخة ممتعة ومميزة فيها منافسين كثر نبدأ أول شيء ونقول أن هذا الموسم هو خمسين سنة منذ بداية دورينا في 1974 إلى اليوم نحتفل بمرور خمسين سنة كابتن حسن شكرا في الخمسين سنة من هذه الأيام إلى اليوم تحس أننا نحن ماشيون في الطريق الصحيح أكيد الحمد لله رب العالمين تطور كبير من بداية الدوري من 1974 إلى يومنا هذا من الهواية للإحتراف تطورت الأندية حققنا بطولات محلية بطولات قارية وصلنا لبطولات أيضا أبعد من القارية بالعكس نحن نتأمل إن شاء الله التطور هذا يستمر ونحقق إن شاء الله الهدف الأسمى والذي هو وصول لكاس العالم كذلك نحن دورينا طالما أنتج لاعبين كابتن حسن حتى على المستوى العربي والمستوى القاري وحتى على المستوى الدولي وتغنينا فيهم وتغنت فيهم حتى منتخباتهم اليوم نذكر منهم في الموسم المنصر سفيان رحيمي ولعب أكثر وحتى المواسم السابقة كان دائما عندنا نخبة من اللاعبين اللي مروا من دورينا اليوم نحن نشوف الصفغات صفغات كبيرة جدا بدأت على مستوى دورينا ونتكلم فيها بشكل أخص دائما الجزيرة تذكر الجزيرة من أكثر الأندية اللي يستقطب أسماء كبيرة حتى من بدايات الاحتراف أيام جورج ويا واللاعب اللي مروا على دورينا اليوم نتكلم عن لاعب مثل النني كابتن حسن أكيد طبعا نشوف الأندية الآن أصبحت في تحدي حتى يمكن أن أقول العمل المفصلي فوز الوصل بالدوري وكاس صاحب السؤون رئيس الدولة يعني أعطى تحدي للأندية الأخرى استفزهم وبالتالي خلق تحدي أصبحت الأندية تبحث عن أفضل اللاعبين كواليتي لاعبين مش أي لاعب لعب عنده خبرة في أوروبا عنده خبرة دولية عنده خبرة إقليمية وبالتالي تقوي الفرق هذه علي وبالتالي تصبح المنافسة أشرص مما كانت في النسخ السابقة النسخ السابقة وهذا يعطينا مؤشر بأن اليوم جودة الاختيارات تغيرت بالنسبة لأندية واحد من أهم الأسماء التي رأيناها خلال الأسبوع الماضي أزمون سردار مهاجم نادي شباب الأهلي القادم من اللاعب في روما اللاعب في أندية كبيرة جدا ونشوف في الإضافة التي قدمها أمس بعد دخوله كيف قدر أن يصنع الفرق بالنسبة لشباب الأهلي نحن نريد أن نوصله بأن هذه النوعية من التعاقدات كابتن حسن دائما ترفع لفل المنافسة عندنا وترفع لفل الفني الموجود في دوري أكيد ترى أزمون في الشباب الأهلي أنني لاعب اسم كبير طبعا كل هذه الاستقطابات التي لني في الجزيرة أو في شباب الأهلي حتى في الوصل حتى في العين هذه الاستقطابات كلها استمرار لتطور دورينا استمرار لتطور فرقنا والكرة الإماراتية عموما لا تتطور إلا باستقطاب نوعية من اللاعبين نوعية من المدربين حتى المدربين كابتن علي اليوم لما تستقطب كواليتي مدربين أنت ستدخل أفكار تدريبية حديثة في دورينا وبالتالي يتطور الدوري فعملية التطوير لا تقتصر على اللاعبين ولا تقتصر على المدربين فقط وإنما أفكار تطبق من قبل لعبين كواليتي ممكن يطبق لك فكرة اليوم أنا عندي أسلوب تكتيكي جيد لكن عندي لعبين ممكن يطبقون لك الأساليب الفنية التي تطبق الآن في أوروبا نشاهدها اليوم كل يوم كرة القدم في تطور مستمر نحن طبعا على مستوى الأسماء لو نذكر الأسماء التي مرتع دورينا كبيرة جدا نتكلم عن عبيدي بيلي دييغو ماردونا في فترة من الفترات كان موجود كمدرب في دورينا فنحن دورينا طالما كان جاذب للأسماء الكبيرة على مستوى كرة القدم الموسم هذا سيكون موسم صعب موسم استثنائي بالنسبة لبعض الأندية خصوصا المشاركة في بطولة النخبة وفي بعض الأندية مشاركة مثل العين في كاس العالم وكاس الغارات فعلشان هذا الموسم سيكون حافل بالمنافسة كابتن حسن ونحن أول الأندية التي سنسلط عليها الضوء دائما الضيوف الغادمين إلى دورينا قبل أن نتكلم عن العروبة تسمح لي اليوم فوز العين بطولة آسيا جعلتنا نحن نكون في تحدي قوي اليوم نحن نادي من دورينا حصل على الأول في آسيا وبالتالي نحن مطالبين بألقاب أخرى ومن يجدد الآمال ويزرع الأحلام غير الزعيم يا كابتن صرت شعر يا كابتن نتمنى إن شاء الله لازم نكون شعر رائعا يا منذية نشوف نحن اليوم بالنسبة للأندية التي غادمة لدورينا كابتن حسن دائما في بداية الموسم الآمال والطموحات تكون مرتفعة ثم مع بداية الموسم ومع خوض غمار المنافسات تشوف الأندية هذه تعاني نفس ما شفنا الموسم الماضي نادي الإمارات و نادي دبا كانوا يعانون بشكل كبير جدا هل تتوقع أن هذا السيناريو راح يتكرر مع العروبة المتأهل واللي متأهل بفارق كبيرة متأهل بفارق 11 نقطة عن أقرب المنافسين للموسم الماضي قدر يوصل إلى أن يتجاوز النقطة 70 خسارة وحدة فقط على فكرة أنا في تصريح للمدرب قال حتى الخسارة هاي الوحيدة اللي خسرتها الموسم الماضي لو كان فيه فار كان ربما ما خسرنا المباراة لو عاد الحكم وكان عنده فرصة أن يعود أن ينظر للحال لأنه كان في وجهة نظر المدرب بريرة بأن الحالة كانت حالة ممكن أنها تكون لصالح فريق العروبة وحسبة وحتسبة عليه لكن بالنظر لفريق العروبة كابتن حسن الفريق هذا يعتبر ثالث مشاركة لهذا الموسم نفس ما ذكرنا الشارك قبل الاحتراف صح مرة وحدة كنا نتكلم تحت الهوى كابتن علي فيه جزئية لابد قبل أن نبدأ في العروبة ودبل حسن والفرق الذي صعده تحت لازم يكون عندنا قناعة فنية أن دوري الدرجة الأولى غير قادر على إفراز فريق قادر أن يصمد في دوري المحترفين وبالتالي تسعى الأندية مثل العروبة دبل حسن الإمارات في الموسم السابق تغيير هيكلة الفريق بشكل كامل يعني أنت مع هذا الشيء نعم أكيد أنت مع التغيير الكل للفريق أكيد لأن أي فريق في دوري الدرجة الأولى ما عند القدرة في أن يصمد في دوري المحترفين وبالتالي التغيير مطلب مهم جدا ولكن بتقنين معين بشكل مقنن يعني الأختيارات تكون اختيارات نوعية كابتن حسن في وحدة من النقاط قبل حتى أن نروح في لسة الفريق أو تفاصيل نادي العروبة بشكل سريع في أقل من دقيقة حتى تعرف اليوم صار فيه وفرة بالنسبة للعيب المواطنين لأنه صار فيه عندنا اليوم عشر لاعبين مسجلين في الفريق الأول أجانب خمسة ومقيمين خمسة ويحق لك كنادي أنك اليوم تشرك سبعة في أرضية الملعب وثلاثة في دقة البودلاء اليوم موجود عشر لاعيبة أجانب ومقيمين هذا المفروض ينهي كل الفروقات التي موجودة بالنسبة للأنديا التي صاعدتها من تحت بشرط أن يكون عندهم نفس ما ذكرت كابتن حسن نوعية في الاختيار إذن نذهب للاختيار رقم واحد اختيار اللعيبة حسب الخانات اختيار اللعيبة حسب توجهات المدرب اختيار اللعيبة على حسب أسلوب الفني المتبع أنا بناقشك في نقطة هنا جدا مهمة بس خلنا نشوف تاريخ هذا الفريق في الموسم الماضي كيف كانت نتائجة نفس ما ذكرنا لعب واحد وثلاثين مباراة كابتن حسن تحت قيادة المدرب بريرة قدر أنه يكسب أربعة وعشرين مباراة تعادل فيه ستة وخسر فيه مباراة هذه المباراة اللي قلت لك أنا قريت تصريح للمدرب أنه يتكلم بأنه كان ممكن أن حتى هذه الخسارة يتجنبها المعسكر اللي أقيم من تاريخ 13 يوليو إلى تاريخ 2 أغسطس يعني تقريبا يمكن في حدود 16 يوم الفريق كان معسكر في دولة مصر الشقيقة خاض خلالها ست مباريات المعسكرات اللي منها النوعية كابتن حسن خلونا نشوف مع بعض نتائج المباريات عشان نقدر نتكلم بشكل كذلك مفصل هاي نتائج المباريات اللي خاضوها كابتن حسن بدأوا في مباراتهم مع فريق السلام المصري قدروا يكسبون ثانية واحد المباراة اللي بعدها مع القادسية والقادسية من الفرق المنافسة على مستوى الكويت قدروا يتعادلون واحد واحد لعبوا مع دايموند تعادلوا واحد واحد لعبوا مع الشباب الكويتي قدروا يكسبون ثلاث صفر وكذلك مع بتر جت بتر جت واحد من أفضل الأمديا اللي موجودة وحتى فريق أمدي وقدروا هم يكسبون واحد صفر واحد صفر الجدير بالذكر كابتن حسن أن في جميع مبارياتهم قدروا يسجلون واستقبلوا فقط ثلاث أهداف شوفت رطابع المباريات أن كل هذه الأندية مستواها مفروضة أنها أفضل من العروبة بنفس المستوى أو أفضل يعني لما تتكلم عن نادي أمبي تتكلم عن نادي بوترجة تتكلم عن القادسية الكويتي يعني هذه الفرق من المهم جدا في دورة في فترة الإعداد أنك تختار تنتقي فرق عندها مستوى فأني عالي لا يمكن أنك تلعب مع مستوى أقل من مستوىك اليوم الاختيار العروبة لهذه الأندية بصراحة اختيار موفق أنك لما تقابل القادسية الكويتي والسلام المصري والإنبي المصري هذا شيء لأن في المباريات الودية أنت ما تبحث فقط عن فوز تبحث عن العيوب عيوب الفريق وين تكمل عيوب الفريق هل هي في المناطق الدفاعية هل في مناطق الهجومية هل في أمور التهديف وبالتالي الفرق القوية هي اللي تبين لك عيوبك لكن لما تلعب مع فرق أقل مستوى أنت تخدع نفسك فنيا لأنها وحدة من النقاط كابتا حسن أنا أشكرك عليها لأنه لا تستطيع فعلا توصل إلى خبايا السلبيات اللي موجودة عندك خصوصا على المستوى البدني وعلى المستوى التنظيمي يعني المستوى الفردي أوكي ما عندك مشكلة لكن المستوى البدني لا تستطيع تعرف إذا أنت وين واصل البدنيين وتلعب مباراة مع فريق أقل عنك لازم تلعب مباراة مع فريق قوي على أساس أنه توصل إلى اللمت اللي تشوف في اللعيبة واصلين الشيء الجيد في العروبة أن المدرب مستمر معهم بالحديث عن المدرب عفوا بالحديث عن المدرب كابتا حسن بنتكلم عنه بشكل مفصل حاليا بعد ما شفنا النتائج واحد من المدربين اللي يعتبرون المدربين الأسقر يعني من المدربين الشباب في دورينا على فكرة 42 سنة بأقولك عنه معلومة كابتا حسن هذا المدرب يعني اللي تشوف في تاريخه درب مثلا في السيب العماني قدر يأخذ معاه دوري على حساب الظفار أنت متخيل طرح الدوري العماني كذلك مش من الدوريات السهلة قدر يحقق معاه الدوري وقدر يحقق الدوري كذلك مع فريق البحريني الموسم الماضي وقدر يحقق الكاس يعني عنده بطولتين قبل ما يحقق البطولة مع نادي العروبة ويتصدر دوري مسيرة جيدة للمدرب بغض النظر على حتى السي بي ماله أو مسيرة التدريبية اليوم قيادة لفريق العروبة في دوري الدرجة الأولى أنه يكسب كل المباريات يخسر في مباراة واحدة هذا يعكس أن هذا المدرب يملك قدرات تدريبية عالية يجيد التعامل مع المباريات مع الفرق مع المنافسين وبالتالي هذا يعكس أن هذا المدرب يملك إمكانيات عالية جدا ولهذا السبب كابتن علي تم التجديد لهذا المدرب لمرافقة الفريق في دوري المحترفين بالإضافة إلى تعزيز الفريق ببعض اللاعبين اللي هو يحتاجهم لأن دوري المحترفين طبعا مستواه الفرني يختلف تماما عن مستوى دوري درجة الأولى أنا صراحة هذا المدرب كابتن حسن وحده من الأشياء اللي أبقى أذكرها طالما نحن سيتكلم عنه قرأت لتصريح كامل كان لصحيفة برتغالية لما رجع لبرتغال بعد ما حقق الدوري درجة الأولى مع نادي العروبة كان يتحدث فيه ويتكلم على أنه طموحك مدرب أنه دائما يدرب في أوروبا وكان يلوم الصحافة البرتغالية أنه لا تقطي إنجازات المدربين البرتغاليين اللي يعملون في الخليج وكان يتحدث بأن العمل في الخليج في دوريات مختلفة يتعامل مع ثقافات مختلفة كان يتحدث عن بعض الأشياء التفاصيل اللي فعلا شدتني تعرفي وحدة من الأشياء كان يقال أن في دول الخليج التعامل مع اللاعب مختلف هذه وحدة من الأشياء اللي لم يصل لها المدرب بسهولة هاي القناعات اللي تخلي المدرب دائما جيد بس كبتن علي يشوف وجوده في السعودية وفي عمان وفي الإمارات أعتقد وصل لمرحلة أنه درس عقلية اللاعب الخليجي وبالتالي طموح المدرب مثل ما تفضلت عنده طموح أن يقدم مستويات جيدة وبالتالي نجاحات اللي حققها صراحة يعني يدل لنا المدرب جيد كان مساعد مدرب نادي الاتحاد السعودي وكان مساعد لزناردي في نادي النصر الإماراتي قبل ثلاث سنوات تغريبا فهذا المدرب يمتلك سيفي ونجاحات في عمر صغير جدا يعطينا مؤشر بأنه من نوعية المدربين كابتن حسن اللي يعتمدون للكرة الحديثة اللي فيها البناء موجود اللي فيها الاستحواذ موجود اللي تعطي حرية أكبر للمواهب أنك تقدر تشوفهم في الملعب أثناء المباراة بعيد عن موضوع أقلاق المساحات والستايل اللي نحن دائما نشوفهم ونشوف بقاءة في نادي العروبة أعتقد قرار موفق بالإضافة طبعا هذه صفقات نادي العروبة اللي نشوفها على أحمد عيسى عبد الله أنور محمد جلال محمد جلال من نادي النصر أحمد عيسى من نادي الإمارات محمد اليماحي عيسى المازمي من بنياس الكاميروني ديفيد روي أعتقد لاعب خور فكان سابقا لاعب جيد الكاميروني برازيلي باولو ريكاردو باولو ريكاردو كابتن حسن من المدافعين مميزين 186 طولة كان يلعب في الدوري السعودي كان يلعب في الدوري السعودي قادم من الدوري السعودي يعني واحد من أفضل اللاعبين اللي موجودين الجامبي بوبكر تراولي تذكره؟ هذا كان يلعب في نادي عيمان سابقا وانتقل من عجمان رغم وجود ثلاث شهور في عقده عجمان قدر يستفيد منه وباعه للنادي السويدي وكسب من الصفقة مبلغ مالي أعتقد كان في حدود صفقة الحلوة محمد رضا أزادي كمهاجم محمد رضا أزادي وكذلك سينيسا كذلك يلعب في خط الهجوم يعني نشوف اليوم تعاقدات اللي موجودة بحدود خلنا نقول عبدالله أنور شوفنا تكلمنا عن عبدالله أنور عبدالله أنور كذلك مهاجم مقيم ممكن أن يكون موجود مع المجموعة يعني هاي الأسماء اللي قاعدين نشوفها واحد من أهم الصفقات كابتن حسن اللي أنا في وجهة نظري اللي ممكن تبني عليه هن الفريق يعني هذين الثنين من الصفقات اللي أنا شوفها أنت لما مثل العروبة أنت مقبل على دوري محترفين فرق قوية وبالتالي لا بد أنك تقوي العمود الفقري للفريق صحيح العمود الفقري يبدأ في خط الدفاع ومحتاج أيضا لمهاجم مثل محمد رضا أزادي وبالتالي الفكرة يعني جيدة جدا أنك لما تقوي العمود الفقري وتضع مهاجم أنت مش في كل مباريات راح تدافع أنت في بعض المباريات لا بد أنك تهاجم لا بد أن تسجل تجمع نقاط لأن دائما أي فريق صاعد من الدوري الدرجة الأولى أهم شيء عنده الدور الأول كم تكسب من النقاط هي اللي راح تقدر تبني عليها خلال الفترة القادمة أنك تبقى في دوري المحترفين وأكبر مثال فريق البطايح لما يحقق نتائج جيدة في الدور الأول وبالتالي التوازن الفني مطلوب أنك تقوي الجانب الدفاعي ويجب أن يكون عندك جانب هجوبي تقدر تسجل حتى نحن انتقدناه في الموسم الماضي يلعب كرة قدم جميلة لكن ما يقدر يخلص ما يقدر ينهي الثلث الأمامي غير جيد وبالتالي التوازن في هذه الفرق بالذات أنك أساس تكسب نقاط مثلا تكسب نقاط من دبا الحسن من الفرق قريبة منك في وسط الجدول أيدك 100% وحدة من الأشياء التي كانت سبب في هبوط نادي الإمارات الموسم الماضي ونادي الدبا كذلك مستقبلين فوق 60 هدف نادي الإمارات ونادي الدبا أنت متخيل عند الدبا أتوقع نادي الإمارات كذلك معدل كبير جدا كابتن حسن فاليوم واحدة من الأشياء الضرورية جدا بالنسبة للأنديا معظم مباريات ستكون مع فرق أفضل عنهم فنيا فعشان شديد شكلهم الدفاع يجب أن يكون على مستوى عالي بالإضافة إلى وجود جودة على المستوى الهجومي فيما يخص التحولات سؤال فني أنا أبقى أسألك إياه طالما نتحدث عن الأندية الصاعدة لو نتكلم عن بعيد عن طريقة اللعب هيكلة الفريق أنا أتكلم عن خطة وأسلوب اللعب المفروض أن الأندية التي صاعدها كابتن حسن تتبعها والمدربين الموجودين يتبعون يعني موضوع أني أنا ألعب لعب مفتوح في دولة المحترفين هذه واحدة من الأشياء الخطرة جدا وشفنا دبا كيف عانى فيها شفنا نادي الإمارات كذلك بعدما قال جلبوت جلبوت كان يلعب بأسلوب التحولات لما أتوا بالمدرب الأسباني وأتوا بولتر زينغا يبقي لعب لعب مفتوح ووصلت النتائج إلى نتائج كبيرة جدا هل تأيدني في أن هذه الأندية لازم تلعب على الترانزيشن ولازم تلعب على أقلق المساحات واللعب المباشر شوف لازم تكون واقعي في عملية الاختيار الأسلوب المناسب للفريق هذه الفرق أقل خبرة من الفرق الموجودة عن عناصر جديدة الأسلوب التكتيكي لا زال ما استوعبت اللعيبة بشكل كبير وبالتالي لابد أن يستخدم أكثر من الأسلوب ولكن الأسلوب الأمثل لهذه الفرق ليس أساليب هجومية أساليب دفاعية يطغى عليها الأساليب الدفاعية التي تعتمد على غلق المساحات على التحولات الهجومية أحيانا محتاج لعب مباشر إذا عندك فريق يعمل لك ضغط في وسط الملعب وإنت لا تنقل كرة وبالتالي أنت بحادة للاعب مهاجم ممكن تلعب لكرة مباشرة وتنتقل للملعب المنافس وبالتالي هذه الفرق يجب أن تنتهج في المقام الأول اللعب الدفاعي المضمون أنك تضمن لا تخسر بأكبر عدد من الأهداف تقدر جمع نقاط في بداية الموسم قد لا تقدر كابتن حسن حتى لو كانت النتائج على حساب الشكل الهجومي للفريق لأن في هذه الحالة كابتن علي أنت بحتاج للصبر والصبر لازم أن تختار أسلوب مناسب لهذه الفرق من هذا المنطلق نحن نبقى نتكلم عن بداية مبارياتهم شوف لما تتكلم عن العروبة في أول ثلاث مباريات كابتن حسن مباراة خور هذه كذلك تعتبر مباراة ديربي مباراة مع منافس مباشر تخير سيبدأ مع النصر و سيبدأ مع الجزيرة يأتي في الصياق الحديث الذي نتكلم عنه الآن في هذه المباراتين لو أنت كنت مدرب العروبة هل يمكن أن تدخل المباراة بشكل لا طبعا لازم أكون متحفظ لازم أكون متحفظ قراءة الفرق المنافسة هذه فرق جديدة اليوم النصر لا يعرفين أسلوب اللعب اللي سيلعب فيه هل سيلعب بنفس الأسلوب الماضي اليوم دخلت عناصر جديدة في نادي النصر وبالتالي سيترتب عليه اختيار أسلوب فني آخر وبالتالي العروبة في هذه المباريات وإذا كنت مدرب للعروبة يجب أن يكون في كرة القدم دائما توازن في الدفاع الهجومي لا أفتح الملعب مع الفرق خصوصا الفرق اللي تملك إمكانيات ومواهب في الأمام بالنسبة للجزيرة النصر لابد أن يكون في هناك توازن فني في عملية اجتياز المرحلة الأولى والمرحلة الثانية لأنه مبارتين من العيارة الثقيلة واحدة من النقاط قبل أن أذهب إلى فريق دبا كابتن حسن التي هي من الثلاث مبارات نحن نرح أن يخذ مبارتين في ملعبة مبارات النصر الأولى في ملعبة العروبة المبارات التاحية وكذلك مبارات خورفكان في ملعبة المباراة الليلعبها مع الجزيرة ستكون بره ملعبة لكن المطالبين فيه أنه في أرضهم وبين جماهيرهم لا بد أن يخرجوا بنتيجة إيجابية في تجميع النقاط أكيد أنت في أرضك دائما في أرضك حاول تكسب أكبر عدد من النقاط وخصوصا مع منافس لك مثلا خورفكان يجب أن يهتم فريق العروبة في مبارات خورفكان وهي عمل عبا وفريق منافس وفي نفس مستواك ممكن تكسب هذه المباراة ثاني الصاعدين أعزائي المشاهدين لدورينا هذا الموسم كان نادي دبل حصن الذي حقق المركز الثاني خلف العروبة كابتن حسن ولكن اشتقل أتوقع في الصيف أكثر عن نادي العروبة يعني فقط من نادي الإمارات نادي دبل حصن مستقطع بعشر لعبات نتكلم عنهم بعد شوي لكن دبل حصن ليس غريب على دورينا كابتن حسن يعني كان موجوده هذه المرة الثانية مرة الثانية نعم هو سبق اللعب في دوري هو موسم واحد على أيامنا أعتقد في 2004 أو 2005 أنا كنت موجود ولعبنا مبارا في معلعبهم كان واحد من الأندية الموسم هذا طبعا يختلف نحن في دوري المحترفين طبعا الفريق تم تغييره يعني مر بمرحلة تجديد جذري بصراحة يعني كمدرب لاعبين إدارة كل هذه الأمور صراحة كان المدرب طارق السيد الكابتن المصري القدير بصراحة المدرب أنا بالنسبة لي من المدربين اللي يعني تركوا نجاحات جيدة جدد عنده خبرة كنت تفضلني سمر؟ بصراحة أنا رئيس شخصي لو انقارنا مع المدرب اللي جاي نشوف مين الأفضل كايو زناردي كايو زناردي إذن أنا كراي شخصي أنا كنت أفضل طارق السيد يستمر مع الفريق بتدعيمه بأدوات نفس الأدوات اللي تم تدعيمه وتعزيز الفريق لكايو زناردي طارق السيد لو هو يمكن لخبرة كايو زناردي في الدوري المحترفين وكذلك صراحة أنا هني وكيل أعمال كايو زناردي كابتن علي هل أنت تشوف مسيرة كايو زناردي نتكلم عنها بعد شو نتكلم عنها بعد شو إيجابية والغير إيجابية طبعا الآن بنتكلم عن أرغام عساسا أن يكون حديثة بس دعنا نرجع نقطة نفسها أنا صراحة من المؤيدي لماذا لا تعطي طارق السيد فرصة هو صعد الفريق عنده الخبرة والمعرفة باللاعبين لكن أعطي الأدوات الجيدة اللي أعطيت إياها لقدمت قدمت مستويات يعني استقطبت لاعبين ممتازين طرحة النظام مختلف يعني النظام دوري الدرجة الثانية النظام دوري الدرجة الأولى مختلف عن دوري المحترفين يعني اليوم في دوري المحترفين أنت عندك عشر أجانب ومقيمين يعني خمس أجانب وخمس مقيمين سبعة في أراضية الملعب ثلاثة في الدكة يختلف عن الدوري نتكلم نقطة حلوة أن اليوم لما وجود عدد اللاعبين الأجانب ووجود المقيمين قلصت الفوارق الفنية طبعا مفروض ما بين الفرق إذا في جودة في الاختيار إذا أنت عندك جودة مدرب أوفر الأدوات بحيث أن أوصل لجاهزية فنية عالية جدا أنا عندي سبع ثمان لاعبين أجانب ممكن أبني فريق قوي جدا وبالتالي طبعا هذه قناعات مدربين قناعات أندية قناعات إدارات ممكن يستعيد بكايوز ناردي أنه عندي خبرة تعامل مع أكثر من فريق في دوري المحترفين ولكن النجاحات ما كانت بشكل كبير صحيح كابتن حسن نشوف معسكر الفريق وكيف كانت السعدالاتهم كان تغريبا بنفس الفترة من تاريخ 13 يوليو إلى 2 أغسطس بنفس المدة تغريبا في حدود 15 إلى 16 يوم بلد المعسكر كان في تركيا ومعظم الأندية وأندي كثيرة على مستوى الخليج تخوض مباريات في تركيا لأن مستوى الأندية هناك كابتن حسن البدني أنا أتكلم عن مستواهم البدني في مصر وفي تركيا حتى في تونس يعني أنا في يوم الأيام كنا في معسكر تونس مع كابتن البنزرتي يمكن تغريبا لعبنا مع الصفاقص لعبنا مع أندي قوية بدنية تخليك فعلا تجهز كابتن حسن فلعبوا خمس مباريات ودي دعونا نشوف النتائج اللي لعبوها مع الكابتن كايوزاناردي في المعسكر طبعا قبل ما نتكلم عن النتائج نتكلم عن المدرب كايوزاناردي نحن كنا نتكلم عن سيفي هذا المدرب بشكل سريع بدأ مع نادي النصر من النصر ذهب إلى نادي خور فكان قضى سنتين في خور فكان ثم انتغل إلى نادي البطايح بعد البطايح انتغل إلى نادي عجمان بعد عجمان الآن ينتغل إلى نادي نادي دبل حصن لكن الجدير بالذكر بأن يعني مثلا شوف في نادي البطايح انتصر ثلاث مرات وخسر سبع مرات بعد المباراة العاشرة تم إخالته في عجمان فاز أربعة وخسر سبعة يعني نفس معدل الفوز والخسارة تقريبا اللي كان في البطايح في خور فكان تخيل سبعة وعشرين خسارة نحن حسبنا عدد المباريات في الموسمين تسعة واربعين مباراة إذا تشوف هناك كيف تنحسن في الموسمين اللي خاضن مع نادي خور فكان فسبعة وعشرين خسارة من تسعة واربعين مباراة أكثر من خمسين بالمئة من عدد المباريات اللي خاضها فكانت النتائج كلها سلبية مغارنة حتى بالفترة اللي كان فيها في النصر رغم أن النصر كان فريق جيد نوعا ما لكن كذلك خسر ست مرات فمعدل الهزائم دائما عنده مرتفع هذا الشيء يعني فيه تعزيز جيد من دبل حصن في عملية استقطاب اللاعبين لو نشوفه حين نستعرض اللاعبين لكن على الفكرة هو كأنطباع أول دائما مع الأندية الزناردي حسب متابعاتنا كأنطباع أول بداية موسم دائما يكون الفريق عنده بشكل جيد لكن مع مرور الوقت مع الضغط المباراة تشوف المعدل الفني أو النتائج الفريق تنزل تقييم أي مدرب كابتن علي ما يقيم في فترة الأولى في ثلاث أربع مباراة تقييم المدرب هل قادر على مواجهة الضغوط مواجهة الضغوط الخسائر من السيناريو كابتن حسن يعني أنا أقصد لك من السيفي اللي شفناه مع الأندية دائما مع الأندية بداية يحقق نتائج إيجابية ثم يصير عنده هبوط على مستوى النتائج مع كل الأندية الأربعة لكن هذا ما يقال للمقيمة المدرب بس نتائج جيدة اليوم دبل حسن لعب مع بورسا يردين من التركي وكسب المباراة بهدف تعادل مع فريق الجنوب الأفريقي وتعادل مع الشيحاني القطري من الفرق الجيدة مع شباب بلوزداد خسر بهدف دبل حسن أيضا كسب الصفة السعودي اللي يلعب فيه دوري يلو السعودي وبالتالي لو نشوف الأرقام نشوف عملية تسجيل الأهداف يعني ما تلقى أهداف كثيرة وفي نفس الوقت ما سجل ولكن هذا يعتبر يعني أنت اليوم مقارنة بالمنافس هل المنافس كان قوي اليوم لو نتكلم عن الشيحاني القطري يعتبر فرق الجيدة فرق الصفة السعودي يعتبر فريق جيد ولكن أنت في دور المحترفين أيضا بحاجة إلى تسجيل أهداف ولكن مقارنة بالأهداف التي تلقاها الفريق يعتبر نتائج مقبولة هم تعقدوا مع التونسي هيثم جويني كفتن حسن واحد من المهاجمين المتوقع منهم أن يقدموا مستوى كبير كذلك جويليرمي ماتوس الذي قادم من نادي الوصل اللاعب المقيم الذي في نادي الوصل المهاجم كذلك تعقدوا معه هذه الثنين مهاجمين موجودين لويز دازلفة كذلك من اللاعبة التي تم استقطابهم خلال الفترة الماضية كلاعب برازيلي دانييل سيمو المونتنيغري كفتن حسن نيكسا جهة اليمين صانع اللعب على مستوى عالي جدا يلعب في صربي أعتقد في زلتبور واحد من الأندية في الدوري الصربي لاعب مميز إذا فعلا بنفس الحالة البدنية بنفس الامكانيات التي شفناها خلال الموسم الماضي لاعب مميز كفتن حسن على الجهة اليمين لاعب يلعب برجل الشمال ودائما تلقاه في خطة 18 متواجد لاعب عنده انهاء الهجم على شكل عالي وصناعة الأهداف كذلك بشكل عالي الغانية دومينيك السوبيلة هذا واحد من المقيمين تخيل كفتن حسن 21 سنة ويلعب في منتخب غانا الأول يعني هذا اللاعب أنا ما أدري بصراحة نشوف ظروف التعاقد معه تقريبا في حدود ما نبقي نتكرر القيمة السوقية لللاعبين أنا كلنا أدري بصراحة لما تشوف كمؤشرات أولية على الأسماء التي نشاهدها بصراحة أسماء جيدة اليوم التونسي وسام حدازي مدافع ممتاز صلب عنده أمكانيات عنده خبرات يلعب في الدوري الألماني دوري قوي في الدوري الدرجة الثانية نروح لا لا دعنا نكمل مع تونس وسام حدازي كابتن حسن لعب في الأفريقي ولعب في كاس العالم 2018 هذا اللاعب وسام حدازي وراح تركيا وبعد تركيا راح أتوقع ألمانيا أنا أشوف أنا أشوف التعاقدات الجديدة في نادي ديبار حسن رائعة جدا على مستوى الأجانب الآن راح نشوف مستوى المواطنين المواطنين اللي استقطبهم نادي ديبار حسن حسين عباس لاعب في نادي النصر يملك خبرة ظهير الشمال ظهير الشمال وممكن يلعب وسط الملعب شوف أنت كابتن علي في دوري المحترفين تبع حاجة للاعيبة خبرة خبرة سبق أن لعبوا في دوري المحترفين هذه مهمة جدا تبغيني أفاجئك حط عليها خطين تحت لازم أن يكون لعب في دوري المحترفين كان يلعب في نادي الوصل سابقا عبدالله خميس أشوال يلعب على حسين عباس في المعسكر المباريات الأربعة الأخيرة أساسي لا عفونا حسين عباس جاي من نادي بنياس من بنياس جاي حسين حسين جاي من بنياس وفي بنياس كان يلعب قلب دفاع في بعض المباريات وكان يلعب ظهير يعني لا عبدالله يلعب أكثر من دور أكثر من مركز أيها بس اللي تحساب لهم كابتن حسن أنا أتبغي معاك أنه شوف البدلاء يعني عنده عبدالله خميس طرق ظهير شمال نعم وعنده حسين ظهير شمال يعني عنده بدلاء بجودة في نفس الموزش كابتن علي أنا اللي عجبني في الاستقطابات فلاح وليد عندك اللاعب اللي هو وليد عنبر وليد عنبر وليد عنبر وحمد خلفان نعم حمد خلفان لاعب العين فلاح وليد صراحة لعيبة على فكرة ويحدة من الأشياء كذلك المميزة عندهم الحراس الحراس تخيل سهيل عبدالله حارس الوصل حارس الامارات الآن انتقل لهم واحد من الحراس المميزين وكذلك الحسني واحد من الحراس المميزين هنا نتكلم عن هيثم جويني وسامح حدادي اللاعب المميزين يعني هذه اللي صراحة أنا أتوقع أنهم سيقدمون مستويات كبيرة ويتنس كومبو قادم من نادي ناسيونال مديرة تخيل يعني واحد من أفضل اللاعب الموجودين حسين عباس ناس ما ذكرت من بنياص فلاح من العين شوف تعاقدات صراحة دبل حصن كابتن حسن بس الرهان الرهان يا كابتن علي الرهان المدرب هل هو قادر على إيجاد توليفه عملية انسجام وتفاهم لأن انت غيرت هيكل الفريق بشكل كامل انت اليوم بنيت فريق جديد انت تعرف أنه أكثر يمكن اللاعبين اللي استمروا مع دبل حصن عددهم بسيط جدا من الموسم الماضي وبالتالي انت رح تبني فريق جديد وبالتالي الرهان على المدرب هل هو قادر على إيجاد على ذكرة من الأسماء اللي موجودة من الموسم الماضي كابتن حسن في نادي العروبة تذكر إبراهيم سعيد الظاهير الشمال لناد الضفرة نعم موجود معهم كذلك عندك اللي هو أحمد حبوش لاعب وسط الملعب كذلك موجود معهم لاعب المنتخب اللي موجود في وسط الملعب العبدولي أعتقد كذلك موجود معهم يعني في مجموعة كذلك ممتازة في نادي في نادي دبل حصن ونادي العروبة هذه أول ثلاث مباريات طبعا دبل حصن مع الشارجة صعبة كلها صعبة طبعا صعبة نلقي تقابل فريق الشارجة والوصل ومن ثم البطايح بالذات الشارجة والوصل وفرق اللي تنافس على الدولة وبالتالي البداياتهم مهمة جدا شوف فرق المنافسة دائما أي مدرب أنت لما تكون مدرب فريق تنافس يقولك اكسب المباراة الأولى بأي طريقة صحيح تخرج منها بنتجة جدا تخرج تفوز فيها عساس أنك تستمر في المنافسة صحيح لأن اليوم أنت تذكر الوحدة لموسم الماضي أول مباراة في الدوري خسر خسر صحيح خسر وبالتالي أثرت على مسيرة الفريق في الدوري ككل وبالتالي المباراة الأولى الشارجة والوصل فريقين أثقال فنيا وبالتالي المطلوب من دبل حصن ونكررها ونعيدها مرة ثانية الصبر أي سيناريو لا يخليك تدخل في عملية العاطفة وفي عملية تصدار قرارات غير منطقية في بداية الدوري خصوصا نحن نمر في مرحلة تغيير الجو جو حار جدا رطوبة عالية وبالتالي الصبر مطلوب من الفرق الصاعدة إلى دوري هناك في ملاحظة كابتل حسن في تشابه ما بين جدول مباريات الدبل حصن والعروبة العروبة أول مبارتين معنا دين صعبات النصر والجزيرة بس المباراة الثالثة مع منافس خور فكان هناك وهنا مباراة كذلك مع منافس نفس الشيء نفس الشيء مع البطائح وفيما لعبة فدورينا نخلي المبارتين أوليات استعداد مباريات تجريبية مع فرق قوية ونحط الحمل على المباراة الثالثة لو كنت مدرب ممكن تروح بهذه الفكرة بيستويلي نفس مصار حق دبة والإمارات سنة حتى والإمارات سنة لا شوف علشان الأمانة تكون حريص بأنك تكون من ضمن دور أنديات المحترفين من أول دقيقة في الموسم لازم تكون حاضر وحاضر بقوة لحن هذه الأندية تعفلش تعاني الأندية التي تصاعدها من تحت كابتل حسن لصاعدة دور المحترفين يبدون الموسم ريلاكس يقول لك أنا مع بداية الدور الثاني بعمل تعاقدات بسوي ببدأ حق وقتادي بعزز كلامك بالبطايح أول ثلاث أربع مباريات حصل على تسع نقاط ومشى بعدين تسع نقاط هذه أسعفت الفريق أنه يبقى في دوري المحترفين إذن البدايات مهمة لكن أنت تصدم بفرق قوية علي أنت اليوم الوصل الشاد تتوقع سيناريو حتى والإمارات يكررون دبل حصن العروبة ولا تشوف أنا صراحة من تعاقدات دبل حصن أحسن دبل حصن بيكون رغم سعب فعلا تعاقدات ممتاز جدا أيضا في أمور إيجابية في العروبة في عملية استمرار مدرب جودة مدرب علم يعني عنده معرفة كبيرة في الفريق هذه أيضا جانب إيجابي فريق دبل حصن تعاقدات ممتازة جدا لكن الرهان على إيجاد التوليف المناسب نحن تقريبا وصلنا إلى نهاية الحلقة كابتن حسن كل الشكر والتقدير لتواجدك وإن شاء الله أن يكون الموسم نفس ما بدينا هذه الحلقة بشكل غوي إن شاء الله يكون الموسم كذلك حلقة ممتعة معاك كابتن علي الله يسلم ما قصرت بصراحة دردشنا أمور فنية إن شاء الله في حلقات قادمة رح ندخل بالعمق شوي الأمور التكتيكية اليوم تكلمنا بشكل عام عن الاستقطابات عن المدربين توقعاتنا مؤشرات إيجابية مؤشرات سلبية بس نحن نتمنى دورينا يتطور ويكون فيه مثير أكثر من النسخ السابقة إن شاء الله سيكون مثير إذن أعزائي المشاهدين أولى حلقات المدير الفني وصلت إلى نهايتها ونشوفكم إن شاء الله في الحلقة القادمة تحياتي